فلمينجو البرازيليا تغلب على الأهلي بنتيجة 4-2 ويقتنس برونزية كاس العالم في سيناريو أشبه بمباراته مع الهلال السعودي نرحب في البداية بخابرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث على الحالات التحكمية سهلا كابتن نور تحاية لي كابتن أيمن تحاية الكل مشاهدي قناتنا للأهلي تحاية نجون كبار كابتن شريف عبماني أم كابتن علي أميهوب كابتن عدل أبرحمن كابتن بناشر كابتن أيمن بداية عندنا مقولة شهيرة حكم لما يروح للفار 3 أو 4 مرات تأكد تماما الحكم مجاشا النهاردة أنا أقول لهو على مسؤولتي مصاف غربار النهاردة كابتن نازل خايف من مباراة النهاردة الفار هو اللي بيحكم مش مصاف غربار اللي بيحكم كابتن أيمن النهاردة الفار اللي بيحكم مباراة المصاف غربار النهاردة جي المباراة محكمش خاصة في القرارات المصرية اللي هو راح للفارة كابتن علاء ومش مقتنع بنصها هو النهاردة نعم كان بياخد وقت عشان كذا يعني أنا أقول له الكلام ده أنا راكل جزاء علي معلول قعد فيها بزبط 6 دقائية كابتن أحمد هو مش مقتنع يعني هو مش مقتنع براكلة الجزاء بتاعت ماوله ديني مرة واحد يا كابتن مصاف غربار أنت كنت حكم كويس النهاردة بتلعب مباراة بصرف النظر النهاردة نهاردة بيلعب أو يمثل أفريقيا وانت بتحكي ماتش للأهلي اللي هو ممثل القرارة أفريقية ولكن ده مش معناه أنك أنت النهاردة القراراتك كلها تبقى غالبيتها ضد نهاردة لأهلي كابتن نعيم أنا هروح لحالة مهمة جدا جدا ودي اللي مستغرب لها بأمانة يعني الحالة اللي هي الطرد أنا عاود أعرف أنت شفت إيه يا كابتن مصطفى لما روحت والفار جاب لك إيه يعني الطرد كابتن أيمن ده كان نقطة التحول هي ده أنا بقول أني قرارات مصاف غربار أفسدت المباراة نتيجة عدم الثقة في نفسه نتيجة النهاردة ما جاش المباراة بصرف النظر عن ده اللي أهلي يا كابتن أيمن أنا بتكلم في قرارات تحكمية قرار ظالم قرار ظالم طرد لعيب نادي الأهلي في حالة الطرد كابتن بيلعب أولا ما حسب لك الجزاء هي أولا ما فيش مخالفة أصلا ولا من داخل منطقة الجزاء ولا من خارج منطقة الجزاء طب أنت حسبت على إيه يعني بتكي تشوف اللعبة لو أنا هجيب اللعبة أو اللعبة كابتن معنا من هنا كابتن أنا هنا كابتن اللعب هنا لو معاه الصورة خلي بالك هو عمت ده مشي عدى دخل منطقة الجزاء ده دخل كابتن دخل اختلال توازن اللعب يعني أنا كابتن أنا بكلم على كورة اللعب كورة أنا دخلت مطاعة الجزاء مفيش تلامس من بره بدليل أن المهاجم دخل خط خطوتين وبين عملوا سيكوت أنا شاف أن دي نقطة تحول ولا انطرد ظالم جدا 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 بأمانة مفيش هنا مخالفة ولا من داخل مطاعة الجزاء ولا من خارج مطاعة الجزاء دي أول حالة السؤال هنا أنت رحت للفار قول لي أنت شفت إيه فين التلامس فيش حتى التطش يا بلال التطش اللي ممكن اللاعب وهو بيرفع رجليه رجليه تلطش في رجل اللاعب الأهلي ده مش موجود كابتن هنا حتى الرجل مش موجودة التطش مش موجود أنا شاف طرد ظالم كابتن شريف بأمانة وهو ده القرار اللي حاول النتيجة بصرف النظر عن أداء اللاعبين داخل مدان اللاعب تعال نروح لي ركلة الجزاء اللي هو تقريبا خد ست دقايق مش مقتنع بقرار الفاري يا كابتن شريف مش مقتنع تماما شوف اللعبة تعالي معلول اللعبة دي اللي حصل كالقاتي علموا لحط رجليه فعلا ولكن حط رجليه على الأرض جابتن أيمن حط رجليه على الأرض هنا علموا لحط رجليه على الأرض يعني على الأرض هنا وبعدين حصل السقوط إيه اللاعب هنا عمل النط ورح نازل واقع هو راح للفار جابه له من ثلاث زوايا بعد من قربة تولت منه بعد من قربة تولت راح نطت ونازل وقافس هنا هو أنت حسبت على هل رجل معلول علية ما عليتش وحتى لما عليت كابتن الأيمن هنا ما جاتش حتى في رجل في اللعبة المهاجم بلتالي ست دقايق هو مش عاوز يحسب هو مش عاوز يحسب ولكن طبعا عندهم هناك في جاس العالم لما الفار يجيبك بنسبة تسعين خمسة وتسعين في المية انزل خد بكلام خد بكلام الفار دي بالنسبة لراكلة جزاء المعلول لأننا شايف منها أن ما كانش فيها راكلة جزاء قراريني النهاردة الحاكم غرباء اللي بيأخدهم الفار هو اللي بديهم له راكلة جزاء المعلول طرد مش موجود زي ما قلت الحالة التانية بتاعة محمد هاني كابتن عندنا حاجة اسمها الوضع التشريحي للعب في اللعبة أنا كمهاجم أو كمدافع كابتن أيمن لما نشوف اللعبة بتاعة محمد هاني أنا هنا الكرة جاية فين في الكوع يعني أنا ما جاتش في الإيد اللي فوق أو في الكف اللي فوق أنا طبيعي أنا ده جسمي أو تشريح الجسم اللي اللعب هو دي وقفتي أنا لابد أنا كحاكم كمان لابد أن أنا أراعي النهاردة اللعب ده بيتحرك كابتن علاء وبالتالي هنا بنقول إيه هنا الوضع ده بتاع الكرة اللي ما جات هنا وضع طبيعي لليد اللي هي إيه الكوع تمام يعني أنا بقول إيه لو جات فوق لو جات فوق ماشي ولكن أنا ده وضع تشريحي للعب خلي بالك هقولك على حاجة ودي في تقييم الحاكم كابتن أيمن لما الحاكم يروح للفار أكتر من مرتين في التقييم العام ليه الحاكم بينقص على الأقل 3 أو 3 درجات أو 4 درجات إنما النهاردة أنت وطرت اللعيبة صفة أنت نازل وعمل حساباتك لأن أنت بتحكم نادي من كارة أفريقيا ونادي من كارة أمريكا ودي كل الكلام ده أثر على قراراته في الملعب بدليل النهاردة حتى في التشبكات اللي حصلت هو المسؤول عنها هو مصفة غربال النهاردة أنا بحمل مسؤولة كابتن أيمن لأن بداية المشاكل التحكمية وبداية ظلم النادي الأهلي في حالة طرد اللي هي حصلت ما كانش فيها تلامس هارد لك للنادي الأهلي بأمانة ولكن شاف النهاردة التحكيم كان له دور كبير جدا في هذه الهزيمة بصرف نظر عن الأخطاء بتاعة اللعيبة صفة غربالي أمكن أسوأ ماتش أنت لعبته النهاردة أنا أقول منه كانت نظر أسوأ مباراة لعبتها كحكم نتيجة الضغوط اللي هي تمت عليك ونتيجة أن فلامانجو عنده مشكلة مع الهلال واضطلت منه لعيبة وحصلت مشكلة أنت النهاردة جاي تصلح أخطاء الحكم اللي قبليك على حساب النادي الأهلي لأن النهاردة تصلح من النادي الأهلي كابتن أيمن بأمانة في حالة طرد واضحة تاني بقوله هو اللي هي غيرت مصار المقصر سهلا كابتن تشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر